ونرحب بحضراتكم مجتداً في المؤتمر الدولي الرابع وثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي تطور جلساته على مدار اليوم وغلل حول الفضايا الإلكترونية والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجابة برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس ممهورية مصر العربية وبرئاسة معالي نساء الدكتور محمد اخدار جمعة وزير الأوقاف المصري ونبدأ الآن حضراتكم وقائع الجلسة جلسة السادة الوزراء وعلى غرار الجلسة السابقة يؤكد على حضراتكم أن وقت الكلمة محدد بمدة تتراوح من خمس إلى سبع دقائق فنرجو بالحضراتكم الاجتزام بها والكلمة الآن لمعالي الشيخ حاتم حلمي البكري وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية بدولة فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة الكرام أيها الأخوة الكريم أيها الغقاء المبارئ معالي المحمد مفتار جمعة وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية الإخوة الحضور جميعا أصحاء المعالي الوزراء الكارم أشرف أن أكون اليوم بينكم وأتحسد أمامكم ولستم أفضل منكم بل منكم من هو أفواق وأولى أن يكونوا متحدثا لكن أمن وأني قد أصبحت متحدثا أمامكم بينني أقول لكم بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قدمت من القدس المباركة المشرفة المقدسة التي قدسها الله سبحانه وتعالى واختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبلة أولى توجه إليها خلق الله أجمعين بعبادة الله سبحانه وتعالى لردح من الزمن هذه الأرض المباركة المقدسة التي تأنه جراحا وتأنه من صبلك هذا العدو المحتل المجر من غاسب وكذلك من سائر الأراضي الفلسطينية أبعث إليكم ومن كل المواقع لأجمل التحيات وأكرمها إلى إخواننا في هذا اللقاء وفي هذا المهتمر المبارك من القيادة السياسية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس أبو مازن ومن الحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتيغ الذي شجعني أن أكون بكل ما تحمل الكلمة من معنى في هذا اللقاء لأنه يدرك حجم المعاناة التي يعانيها العالم اليوم جراء هذا الفضاء الإلكتروني الذي قامت عليه فكرة هذا المؤتمر وفكرة هذا اللقاء المبارك لكي يكون هذا اللقاء وهذا المؤتمر حافظا لنا أن نجتمع وأن نلتقي وأن توضع الخطط والخصص والبرامج والمنهجيات التي مدى واجب أن تكون المحطة عناية ورعاية لنا في قابل هذا المؤتمر ومخرجات لهم حتى نتمثلها ونعمل بها وننفذها وأن تكون تيدنا وحافظا وطريقا ومنوانا لنا في التعامل مع هذا الواقع المرين الذي أصبح من الملمات بل من الواجب علينا أن يخرج هذا المؤتمر هذا المؤتمر بمخرجات تنتريف بحجم ما يؤمل عليه وهذا تسوقنا إلى أن نقدم الشكر الكبير والجزيد لمعالي الدكتور محمد ترجمع على هذا الاختيار الرائع الذي جاء بوقته وأوانه وزمانه حتى يكون هذا اللقاء بالتعامل تأسيسا لمرحلة قابلة ولمرحلة يجب أن تكون مخرجاتها بحجم ما نعانيها أيها الوقت الانتراب نحن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين نحن نرعى المقدسات الإسلامية وكذلك المقدسات المسيحية في الأراضي الفلسطينية مع خصوصية القدس التي ترعى وتحفظ برعاية ورصاية هاشمية من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة التردنية الهاشمية للظروف المحيطة بالقدس أما سائر المقدسات فهي ترعى من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولألمكم فإنها تعاني أشد المعاناة من هذا الاحتلال الذي ينقض عليها صباح مساء في كل يوم وفي كل وقت وفي كل حين ولم تسلم المقدسات ولا المساجد ولا كل الأماكن أماكن العبادة من الاحتلال عليها صباحا ومساء من قبل هذا الاحتلال أيها الأخوة الكرام هذا اللقاء المبارك الذي يعقد هذا اليوم وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نأمل بالفعل أن يكون لحجم راعي لحجم فطامة السيد الرئيس عبد الفساح السيد في رئيس الجمهورية المصرية الذي رعى هذا المؤتمر وكان لنا أيضا التوجيه أن يكون هذا المؤتمر تحت هذا العنوان الذي هو عنوان ملعب في المرحلة المقبلة إخواني الأكارم أصحاب المعالي أصحاب السعادة الجميع يؤمن في هذا المؤتمر أن يخرج من مخرجات ونحن كذلك نأمل أن يخرج من مخرجات هذه المخرجات تتمثل أولا بأن يكون هناك تدخل كبير من قبل وزراء الأوقاف أن تعمل على هذا المهش بأن تكون حاضرة في الفضاء الإلكتروني لأن الفضاء الإلكتروني إن لم يملأ منا سيملأ من غيرنا إن لم نكن نحن البادئون في عملية وضع أسس ومنهجية لنا في التعامل من خلال هذا الفضاء ووضع خطاب ديني يليق بحالتنا العربية والإسلامية وحتى يخرجنا من المأسف الذي نحن فيه في هذه المرحلة خصوصا بعد الأحداث التي حصلت في الأحداث السابق القرن الحالي هذا بالفعل سيسوقنا إن لم نكن نحن سيسوق غيرنا أن يمسطي صهوة هذا الفضاء ثم يحركه كيف يشاء هذه نقطة أولى من النقطة الثانية وهي أيضا يجب أن يكون هذا الفضاء الذي نعمل من خلاله نحن في وزارات الأوقاف العربية والإسلامية أن يؤلف القلوب وأن يجمع الشتات وأن يماحد الصف وأن يلم الشعب وأن نجتمع مرة أخرى كدول عربية وإسلامية دحفة وخلفة رواية واحدة ورأي واحد وقول واحد ودحفة أيضا كدوى واحدة فيما يتعلق بالأوضاع التي نعانيها وقفصا أن كثيرا من أصحاب الأجندات التي توحى إليهم وتمشى إليهم في عقول مرؤوسا من هنا ومن هناكم يطمعون إلى التدمير على قوال الخط لكن نحن من هنا لن يكونوا بإذن الله سبحانه وتعالى فلذلك هذا الفضاء يجب أن يؤلف مرة أخرى القلوب وأن يجمع الشتات كما قل كذلك نقطة زالت أي ورد الكرام إنني لآمن من خلال هذا البقاء ومن هذا الاجتماع الذي آل على نفسه معالي أن يكون عاميا أن يكون هذا المؤتمر في ذلك الله سبحانه وتعالى يوعد جهود وزارات العقاء بشكل أنمى وأقوى حتى تكون هذه المخرجات أيضا يعمل بها تخرج كوثيقة من خلال هذا المؤتمر هذه الوثيقة تحكم على كل وزارات العقاء أن تعمل بها وأن تكون منهجا ومنوانا وطريقة وأداءا في عملنا في المرحلة المقبلة أيها الأخوة الكرام آمن لهذا اللقاء أن يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى بالمخرجات التي تأملها من وضع فكرة هذا المؤتمر شاكرا لأخي معالي الدكتور محمد مختار جمعة هذا الجمع وهذا التجميع وهذا اللقاء وهذه الفكرة الرائدة أيضا أتمنى لمصر هذه الدولة التي نحبها وتحبونا وكما قال من سبقني ومن سلف في خطابه وقوله أن مصر مصر إن كانت بخير فالأمة إن شاء الله بخير آمن أن تبقى مصر سقاء رقاء عامرة بالفضل والخير تبث من خلالها الخير على العالمين شاكرا لرعي هذا المؤتمر تقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي رعاية لهذا المؤتمر ومتمنيا من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والآن مع كلمة معالية الدكتور محمد عبدالسطار السيد وزير الأوقاف والشؤون الدينية بدولة سوريا فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله معالي الأخ الدكتور الأستاذ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية السادة الوزراء الأكارم السادة العلماء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بلاد الشام هذه البلاد التي باركها رسولنا صلى الله عليه وسلم إن أجنحة الملائكة باسطة في الشام والله سبحانه وتعالى عندما بارك في مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ووصى رسولنا الكريم الصلاة والسلام عليه بمصر وأهل مصر إن لي فيها نسبا وصهرا سوريا ومصر عنوان لا يمكن أن يتجاهله أحد في الأمة العربية والإسلامية كل التحية لجمهورية مصر العربية ولرعي هذا الحفل الكريم فخامت الرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري وللشعب المصري الشقيق الذي عشنا ونعيش معه منذ الوحدة منذ أيام 1951 وحتى الله أيها السادة الكرام نعود إلى هذا الموضوع الهام جدا الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية الفضاء الإلكتروني ونحن كما تفضل يوم أمس معالي الوزير الأستاذ جمعة بأننا إن لم نملأه بالحق ملأه غيرنا بباطل هذه كلمة حق نحن نعاني جميعا وعانينا في سوريا من الإرهاب ومن التكفير ومن القتل ومن التخريب ومن عصابات إرهابية استخدمت الفضاء الإلكتروني لتجنيد الشباب وهذا يعرفه الجميع وتعاني الأمة العربية والإسلامية معاناة شديدة في سبيل ضبط وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لكن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار طبعا الكلمة الطيبة هي عنوان لنا الكلمة الخبيثة تؤدي إلى الرصاص القاتلة فالقنبلة المتفجرة الكلمة الطيبة في وسائل التواصل الاجتماعي تختلف تماما عن ساحات المساجد ما تعودناه في الغطاب الديني عبر سنوات طويلة هي ساحات دعوية نحن ومن يسمعنا فيها ونحن غطباء مساجد لنا نفس التوجه تقريبا أما اليوم فإننا أمام عالم افتراضي وأمام أعداء لهذا الدين إن كان بالتطرف والتشدد والإسلام السياسي وحركات الإسلام السياسي أو كان بالتفلط والانحلال والفساد الأخلاقي المثلية وغير ذلك وتحليل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فمعالي الدكتور جمعة قال يوم أمس بأن هناك في الكليات الخمسة كلية سادسة وهي المواطنة وأنا أقف معه في ذلك ونحن في سوريا وضعنا في مناهجنا أمورا متعددة من خلال التفسير القرآن الجامع الذي اعتمدنا فيه الكثير من القضايا التي يجب أن نتفق عليها جميعا كوزراء للأوقاف العرب والمسلمين هناك مشكلة أصلا هذه المشكلة في بعض المفاهيم التي تطرح فكيف لنا أن نحد منها من خلال وسائل التواصل هناك مشكلة في فهم التكفير في القرآن الكريم القرآن الكريم فيه الكثير من الآيات إن الذين كفروا سواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كيف نحن كمؤسسات رسمية فصرنا موضوع التكفير كيف نحن فصرنا موضوع حقوق المرأة وهل المرأة هي نصف الرجل؟ كيف نحن فصرنا العلاقة مع المسيحيين؟ هل نحن ألغينا ولا نقبل الرأي الآخر؟ ألغينا الوجود المسيحي في بلادنا؟ نصوص القرآن الكريم واضحة المعاني ويجب أن ترد الآيات إلى الآيات المحكمة لتجدن أقربهم موادة للذين أمنوا والذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قصيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون هناك قضية القتال قضية الجهاد قضية المواطنة والتي هي أساس فوضعنا هذه الأمور يجب أن نتفق عليها فكيف لنا أن نسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي وهناك الكثير الكثير من العمل داخل الساحة الفكرية الإسلامية لا بد من مناقشته حتى نصل إلى رؤى على الأقل مؤسسات الرسمية نبينا صلى الله عليه وسلم أختم بأنه كما قال فضيلة مفتي مصر بأن تعدد أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يواجه القبائل العربية في بداية الدعوة كيف كان يدعو وبماذا كان يدعو كان يدعو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فقال له زعماء القبائل العربية أفكت كريش إن ظهرتك وكذبتك أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يجب علينا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم والعقل البشري اليوم هو العقل الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي وزارة الأوقاف المصرية رائدة لا شك في ذلك ومصر دائما في قلوبنا وفي أرواحنا وكذلك سوريا هي قلب العالم العربي من المملكة العربية السعودية التي نحب والتي نجل إلى كل الدول العربية دولة دولة سورية هي قلب العروب النابض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع كلمة معاليها دكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة المملكة العربية السعودية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم وسلاة وسلاما دائمين متلازمين على الحبيب البشير النذير محمد الأثير وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الععلى للشؤون الإسلامية أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة والسعادة الحضور الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته بداية اسمحوا لي أن أسجلها شكرا وتقديرا وامتنانا وعرفانا لأرض الكينانة قيادة وشعبا على هذه الدعوة الكريمة التي وجهت إلى مجمعكم مجمع الفقه الإسلامي الدولي وننقل إليكم تحياتي معالي رئيس المجمع معالي الشيخ الدكتور صالح بن أبدل بن حمي وجميع أعضاء المجمع وخبرائه وخبيراته على هذه الدعوة الكريمة التي نعتبرها تشريفا وتكريما لهذه المؤسسة التي تعمل ليل النهار من أجل تقديم ومن أجل بيان الأحكام الشرعية في النوازل والمستجدات التي تداهم حياة المسلمين وأي مستجد أكبر وأعظم من هذا الفضاء من هذه الوسائل العصرية التي جادت بيها الأيام ونعودها منة وفضلا من الله جل جلاله هي الحكمة التي هي ضالة المؤمن أنا وجدها فأخو أولى بها ولله الحمد الذي أكمل دينه ولكنه أتم نعمته من هنا معالي الوزير اسمحوا لي أن تكون مداخلتي قصيرة جدا وأريدها أن تكون هول قضايا ثلاثة وهي الحاجة إلى قيام أول العلم بقية من أهل العلم في التعامل مع هذه الفضاء الذي نسميه اليوم الفضاء الإلكتروني إننا نحسب أن ثمت حاجة إلى التسديد والتوجيه ثم الترشيد مصطلحات ثلاثة أرجو منكم أن تسمحوا لي أن أقدمها مختصرة لعل الجلسات القادمة ستمكننا من بيان المزيد منها الأصل في الوسائل في ملتنا في شريعتنا الغراء هي الحل والجواز ما لم تكن تمت نصوص شرعية من كتاب الله وسنة رسوله تمص على تحرم وسيلة بعينها لذاتها لا لغيرها والفضاء الإلكتروني بشبكات الإنترنت وبالوسائل المستحدثة وسائل التواصل المختلفة التي نعيشها اليوم والتي شئنا ما بين ستكون معنا لن تفارقنا ولن تتركنا ستؤثر فينا وربما إن استطعنا أن نؤثر فيها من خلال هذه الأسس هذه المرتكزات التي سميتها المرتكزات الثلاث للتعامل مع هذا الفضاء والخطاب الديني الذي نتحدث عنه هي أبارة أن تلك الخطب والوعظ والأقوال والدعوة التي يقوم بها كل واحد مننا من أجل وينسب أحدنا تلك الأقوال وتلك العبارات إلى شرعنا الحنيف يجب أن يكون على جراية وعلم ألا أن ذاك أن تلك الأقوال التي ينقلها إلى الله إلى كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينقلها نقلا أمينا مستوثقا من مصادرها متأكدا من آثارها ومتطلعا إلى المآلات التي تترتب ولهذه الأقوال التي ينقلها إلى المتلقي أو إلى المدعو أو إلى المستفتي ومن هنا تحت أهمية التعرف لهذه الوسائل قبل البت في بيان حكمها فالحكم على شيء فروا تصوره ما لم نتصور هذه الوسائل ما لم نستوعبها استعابا كافيا فيحضر علينا حظرا شرعيا أن نبين أن ننسب له حكما شرعيا إن حلا أو تحريما نحن بحاجة أن نتعامل مع هذه الوسائل بحسبانها وسائل مستحدثة في الملة نسددها تسديدا نجعلها طيعا وتبعا لما نؤمن به لا بقوة السلاح ولا بقوة الصراخ ولكن بقوة العلم والمعرفة التي تجألنا لما نستخدم هذه الوسائل نستخدمها ونستحضر أننا بحاجة إلى تسديدها هذه الوسائل مثل ما تحدث المتحدثون وعلى رأسه معالي الوزير أنها سلاح مثل السكين قد تذبح به وربما تحتاج إليه وقد تحتاج إلى أن تعمل إليه لكنك لا يمكنك أن تتركه لغيرك لكي يتحكم فيها يتحكم فيها فيكم إذن نريد تسديدا لهذه الوسائل بحيث تصبح وسائل نافعة وسائل تحقق المقاصد الشرعية التي جاء بها ديننا الحنيف نريدها توجيها لهذه الوسائل بعد أن نسددها وننقهها ونهذبها ونجعلها تابعة لأقيدتنا خاضعة لأقيدتنا ولديننا ولأحكام شريعتنا نوجهها الوجهة التي نريدها لا نريدها شرقية ولا غربية لكنها نريدها وجهة إسلامية تعمل من أجل تحقيق العبودية من أجل تحقيق العبودية لله ومن أجل عمارة الكون وتحقيق الاستخلاف المنشود للإنسان فيها ثم تأتي القضية القبرى بعد التسديد والتوجيه هو الترشيد نريد أن نكون أن نربي جيلاً رشيداً يتعامل ما هذه الوسائل من منطلق الرشد جيلاً يدرك أن هذه الوسائل نعمة من الله عز وجل يجب أن يخضعها لخدمة دينه ولإباده ولما يعود عليه والوطنه والمجتمعه والأمة الإسلامية والعالم جميعاً وهذا الترشيد منهج إسلامي عرفناه من خلال كلماته صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتقي من الإبارات التي تكون مناسبة لمن يستفتيه يأتيه سائل فيسأله ما هي أفضل عمار يا رسول الله فيقول له بعد النظر والتأمل فيه الجهاد في سبيل الله ويأتيه سائل آخر ما هو أفضل عمار يا رسول الله فيقول بر الوالدين ويأتيه سائل ثالث والرابع الصلاة لوقتها الصدقة وغيرها من هذه أي يختار لهؤلاء الذين يستفتيه أو هؤلاء الذين يسألونه الوسائل التي تناسبه إذن الرشيد منا من يعامل ومن ينظر إلى هذه الوسائل ويوظفها لتحقيق هذا الأمن الذي نسميه اليوم بالأمن الفكري وهذا الأمن الفكري لن يتحقق لنا إن تركنا هذه الوسائل لغيرنا تتصرف فيها كيف ما تريد وتعمل فيها ما تريد ونحن لا نملك سلطة ولا قدرة على توقف أو إيقاف هذه الوسائل هذه الوسائل باتت اليوم جزءا من حياتنا تؤثر فينا كما نؤثر فيها إن استطعنا أن نؤثر فيها استطعنا أن نؤثر فيها من منخذر هذه المرتكزات التي نربي عليها الأجيال لقد أحسنت وزارة الأوقاف في أرض الكنانة أن اختار لهذا المؤتمر هذا الفضاء تحييذا وتحسيسا لمن يقومون بمهمة البيان عن الله عز وجل أن يستحضروا وأن يستوعبوا هذه الوسائل أن لا يتركوها لغيرهم فيصبحون بعد ذلك تبعا لغيرهم في نقل هذه الوسائل وفي التأثر منها إن الحديث عن حليتها أو حرمتها حديث جاوزه زمن ولكن الحديث الذي ينبغى يركز عليه اليوم كيف نستطيع أن نجالها وسائل تابعة لنا خادعة لإرادتنا إن الحديث عن ترك هذه الوسيل منع الأوجيال منها حديث كذلك جاوزه زمن كيف نمكن الأجيال من هذه الوسائل نجالهم يتعاملون بها برشد وجراية وعلم وفقه وفكر يستحضرون فيه مخاطط الله جل جلاله يسبحون فيه كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سوئل ما هو الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يرى لأن أريدها جيلا يتعامل بها من منطلق الخوف أو من منطلق التوجس أو تردد لكنه جيل يؤمن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول صلى الله عليه وسلم أنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق أنه إنما وجد هذه الخصائص وهذه القضايا وهذه المنجزات التي تعرض بالمنجزات الحضارية فقد بنى عليها صلى الله عليه وسلم واستخلصها واستوظفها وجعلها سلاحا له صلى الله عليه وسلم فلنا فيه صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة القدوة الحسنة في متابعته في اختياره في انتقائه أن لا يكون ذلك الخطيب الذي يوسع مثل هذه الوسائل جانب الرفض وجانب الإنكار وجانب التنكر ويحذر ويكسر من الإحذار من التحذير بدلا أن يكسر من الترغيب في التلقين والتمكين والاستعاب إننا بحاجة ماسة أن نستوعبها وهنا نبارك لمعالي الوزير وأنا من من يتابع أقول لأحد الزملاء لم أرى وزيرا حاضرا حضورا يوميا على مدار الساعة هل هذه الوسائل مثل وزيرنا الفاضل بارك الله فيه وفي الصحته وهذا جهد يذكر فيشكر لأن متابعته وملاحقته لكل ما استجد في هذا المجال دليل على إحساسه بمسؤولية الكلمة التي ننسبها إلى الله جل جلاله دليل لأن المواكبة هي المخرج وهي الملاذ وهي المنقذ ولأن المتابعة الحفيثة لما تستجد في هذا العالم هي التي تمكننا وتمكن القائمين على ميهاتنا لكي نقوم بهذا إذن نريدها تسديدا لهذه الوسائل فتوجيها لمتلقاتها للجهاتها ثم ترشيدا نتمكن من خلاله بعد ذلك لنجعلها بضاعة هي الأردة إلينا لنجعلها هي الأخرى نمكن منها أجيالنا لا يبقى بيت من بيوتنا ولا طفل من أطفالنا ولا فتى من فتياننا ولا فتى من فتياتنا إلا وهم يتملكون ويتمكنون ويملكون ويتقنون هذه المهارة التي تحتاج لها هذا العصر لأن هذه الوسائل باتت اليوم فريضة عصرية ومصلحة زمنية وضرورة عصر زمانية مكانية لا نمكننا أن نتحرب منها بأي بطريقة من الطرق التي تدفعنا إليه هذا ما أردت أن أقوله وكنت جائيا لكي أكون مستمعا فإذا بي أفاجأ أن يطلب مني أن ألقي هذه الكلمة التي قال ألقيتها على مسامعكم سائلا المولى الكريم أن يحفظ أرض الكنانة ورأسها برئاب رئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحكومته الرشيدة والشعب المصري وألماءنا في أزهارنا الشريف وفي جميع المؤسسات العلمية والتعليمية ولكم جميعا كل الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن الحضور الكريم مع كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وأمين المجمع الفقهي الإسلامي بالمملكة العربية السعودية فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الأمين وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى آل رسولنا الكريم وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة يطيبوا لابتداء أن أنقل إلى جمعكم المبارك تحياتي صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين وتمنياته لكم ولهذا المؤتمر الدولي المتجدد التوفيق والسداد أيها الحضور الكريم يشهد العالم اليوم تقدما تقنيا متسارعا ففي مدة لا تتجاوز العقدين من الزمان أحدثت التقنية الرقمية تحولا عميقا في جميع مجالات الحياة وطبعت ببصماتها العلاقات والنشاطات المختلفة على مستوى العالم حين وفرت الوصول إلى المعلومة من خلال جهاز صغير في بضع ثوان إن انتشار خدمة الانترنت جعل الحاسوب هو العقل الفعلي الذي يفكر من خلاله جيلنا فقد ربط الملايين من البشر مع أجهزة الحاسوب وتغلغل في تعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية ليصبح الفضاء الالكتروني الجديد الأرض الخصبة لنشر الأفكار والآراء والمعتقدات والفلسفات والتي اقتحمت البيوت والمجتمعات من خلال الهواتف الذكية وتطبيقاتها هذا الانتشار الكبير للتقنية ترك أثراً عميقاً في حياتنا الدينية والثقافية فكان مفهوماً أن تتأثر مفردات وبنية الخطاب الديني بطبيعة العصر ولغته السائدة في زمن صارت المعلومة الدينية قريبة جداً من المستخدم لوسائط التقنية الحديثة وفرض أنماطاً جديدة من العلاقة بين منصات الدين ومتابعيها الافتراضيين وكان من أهم ما نتج عنه استغناء جمهور واسع من الشباب عن خدمات المؤسسة الدينية التقليدية واستبدالها بالعالم الافتراضي استجابة للإحتياجات الدينية وتماشياً مع إيقاع الحياة السريع السيدات والسادة ليس من جلد الذات أن نتصارح بتأخر معظم المؤسسات الدينية التقليدية في تقديم قطابها الديني والتعليمي عبر الفضاء الإلكتروني ولا يسعون إلا الاعتراف أن ذلك أدى إلى فراغ في الفتية والتعليم فتصدر له المتعالمون والمتجرؤون على الدين والشريعة بلا علم ونشط في دهاليزه المتطرفون والإرهابيون والمتاجرون بالدين وأهل الجهل والإنفلات الذين شوهوا حقائق الدين الحنيف ونسبوا إليه ما ليس منه في وقت أصبح الدين مهنة من لا مهنة له وتجديد من لا قديم له ومن هنا صار لزاما على المؤسسات الدينية المعتمدة من كبار العلماء والمؤسسات الإسلامية الكبرى أن تتولى بأنفسها مهمة تجديد الخطاب الديني ولا سيما الرقمي في الفضاء الإلكتروني وتوظيف التقنية بأنواعها لتعزيز الخطاب المعتدل السمح وقيمه السامية والسلام ومحبة الخير للعالم أجمع وتقديم صورة حقيقية للإسلام وتصوراته الصحيحة وفقا للمنهج الأصيل في سائر قضايا الإنسان المعاصر وصولا إلى خطاب ديني يركز على جوهر الدين ويحفظ ثوابته ويحاصر الغلو والتطرف ويتماشى مع التطور الرقمي والذي استجدت له ضروريات ومتطلبات لم تكن موجودة من قبل إن المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات التعليم والفتوى لمسايرة العصر بمعطياته كبيرة والحاجة ماسة اليوم لاستخدام استراتيجيات جديدة في نشر الدين الوسطي وترسيخ الفكر المستنير وتقديم خطاب يواجه الفكر السلبي الذي يدور حول العنف والكراهية والتشدد والإرهاب وقد اتسعت في الآونة الحاضرة تقنيات إلكترونية بإمكانات متجددة والتي يتعين توظيفها في حل مشكلة الملايين من المسلمين حول العالم من المتعطشين لحفظ كتاب الله وفهم معانيه وتعلم العلوم الشرعية واللغة العربية فهناك الألوف من كبار السن والمعاقين والنساء والفقراء الذين يعسر عليهم حضور حلقات القرآن الكريم والعلم النافع ولا شك أن التعليم عن بعد والاستفادة من التقنية الرقمية عبر المنصات والتطبيقات الذكية في الفضاء الإلكتروني يتضمن حلا سريعا سهلا لظروفهم الخاصة وحاجاتهم الماسة وهذا الميدان على سبيل المثال للحصر الإخوة والأخوات إن عمل المؤسسات الإسلامية على بناء الإنسان يعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستهدفة مستدامة تتأسس على ما خص الله به هذه الأمة المباركة من اعتدال ووسطية وحسبها شرفا قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا واسمحوا لي أن أستذكر هنا ما أشارت إليه وثيقة مكة المكرمة التاريخية التي اعتمدها إجمع أكثر من ألف ومائتي عالم ومفكر ومفتن من مختلف المذاهب والطوائف الدينية كما حضيت بتأييد عالمي بعد أن تشرفت برعاية كريمة وتأييد من لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله وبمؤازرة ودعم من سمو ولي عهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله حيث اعتبرت الوثيقة في بندها العشرين تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات التربية والتعليم إضافة إلى عموم منصات التأثير وبخاصة منابر الجمعة ومؤسسات المجتمع المدني ونبهت على وجوب توعية عاطفتهم الدينية والأخذ بأيديهم نحو مفاهيم الوسطية والاعتدال ختاماً أتقدم بالشكر العميم إلى صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يحفظه الله على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر والشكر لمعالي الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على دعوته الكريمة وعلى جهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين والشكر لكم جميعاً على حسن الإصغاء والله أسأل أن يفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وسلام على عباده الذي نصطفى وسلام عليكم من رب غفور رحيم الحضور الكريم انتهت جلسة السادة الوزراء